خلينا نقول إنه هو ميزة من المميزات اللي الدولة بتشتغل عليها خلال الفترة الأخيرة هو إنها لما بتحط خطة بيتم تعميم هذه الخطة في كل القطاعات وفي كل المحافظات ويمكن كلنا شايفين اهتمام الدولة خلال الفترة الماضية بفئة الشباب قادة المستقبل زي ما دايما بنقول لازم يكون عندهم درجة عالية من الوعي ويتم تمكينهم في كافة المجالات لأن عندهم رؤية وبالمناسبة بيكون رؤيتهم مختلفة فما بالك لما يتم اختيار شاب من شباب هذه المحافظات ابن من أبناء هذه المحافظة عارف أهل المحافظة عارف طبيعتها عارف مشاكل هذه المحافظة وزي بقدر يتواصل كمان مع أهليها فده حاجة غاية في الأهمية أنه يعرف يتواصل معهم ويكون قادرين يعرفوا أبرز التحديات اللي بتواجه المحافظة ويشتغلوا مع بعض وده المهم يشتغلوا مع بعض الحل هذه المشكلات دلوقتي معنا في فقرتنا منورنا جبريل فتيح وهو معاون محافظ جنوب سيناء يا أهلا بيك يا أهلا وسهلا سيد محمد يا أهلا بيك لو خليني أبدأ بالنقطة الأهم إزاي وصلت إلى هذه الدرجة والمكانة أنك تبقى معاون للمحافظ شاب صغير المؤهلات العلمية التدريبات التجهيزات اللي خدتها عشان تصل في النهاية اللي تكون في هذا المنصر في البداية طبعا أنا كنت مهتم بالتعليم يعني أنا من أسرة يعني تهتم بالتعليم أنا أخواتي يعني معظمهم وأهلات عليا وولدي وولدتي حريصين أنهم يعلمونا يعني إلى نهاية المطاف طبعا أنا خريجي اقتصاد علوم سياسية طبعا ما كتفتش بالحصول على البكالوريوس التحقت بالماجستير وعملت حقوق برضو لسانس حقوق ودكتوراه كل الحاجات دي ما جاتش من فرق أنا كان عندي هدف وكان عندي إصرار والتحقت بالبرنامج الرئاسي اللي كان يعني بالفعل كان نقطة تحول بالنسبة لي وكل شباب مصر يعني هو كان نقطة تحول أن أنا يعني أروح محافظة جنوب سيناء وأكون معاون محافظة جنوب سيناء يعني معاون لمحافظة جنوب سيناء كل الحاجات دي كانت يعني بالنسبة لي إلهام فعلا وده تحفيز لكل شبابنا في كل محافظات مصر في البداية طبعا أنا كنت حريص كل الحرص إن أنا أنقل التجربة لأهلينا وشبابنا في محافظة جنوب سيناء وأقول لهم ما فيش مستحيل بالفعل طالما عندك هدف فحياتك هتوصل ليه وما تسمعش يعني للشائعات دور على مصدر المعلومة يعني حدد هدفك انطلق في الحياة لا تبالي يعني كلنا بنقاب العثارات بس الزكي فينا اللي بيعرف يتقلب على العثارات بدون أي خسار أنا الحمد لله حريص كل الحرص بقابل عقبات وزي زي أي حد في الكوكب بس ممكن أنا يعني بفكر بحط السيناريو مستقبلي إن العثارات دي هتزول وهتختفي في يوم من الأيام وهتيج اللحظة الحلوة اللي أحق فيها الهدف بتاعنا يعني سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى يعني على مستوى الدولة أنا ممكن يعني لو تكلمت على مستوى الدولة بشكل عام إن احنا يعني لازم ننتظر لازم يعني ندعم الدولة بقوة في سبيل إن احنا يعني تكون دولة تواكب الدول المتطورة يعني في المستقبل عظيم قبل ما اتكلم عن طبيعة دورك كمعاون المحافظ خلانا اتكلم معك عن نقطة تانية طبيعة التواصل بشكل ودي بينك وبين الشباب هل في جلسات نقاشية بعيدة عن الإطار الرسم يعني أنا لو قلت لحضرتك يعني إن احنا خرجنا برا الصندوق في الفترة الأخيرة ذه بتوجيهات من معالي الوزير المحافظ إزاي إحنا ممكن كنا بنقعد مع الشباب في المدن بس يعني بتوجيهات من معالي الوزير المحافظ قال لي لا إحنا لازم نزور الوديان ونقعد مع الشباب في الوديان تمام الفكرة بقى في إيه إن أنا زهلت فعلا الوديان فيها شباب زي الورد بس محتاج لي يسمع لهم فعلا أنا يعني بزور الوديان يعني بشكل أسبوع أنا مش عايز أقول لك بشكل يومي بس يعني مثلا حتة معينة يعني ممكن أاخد ثلاثة أيام مثلا زي قرية ودي فرام بزور التجمعات وتوابع التجمعات اللي في ودي فرام بعد مع كل الشباب باسمع لهم يعني من القلب للقلب مش رايح لهم مثلا كمسؤول أو أو لا أنا بقول لهم يعني أنت هدفك عايز تكون إيه في المستقبل طب أنت ليه ما بتعملش كده إيه المعوقات مثلا كل الحاجات دي الشاب بيقول لي طب أنت يعني أنا بحكي له القصة اللي أنا بدأت فيها من البداية تجربتك أنت تشرح له تجربتك بالضبط ففي شباب اتأثرت فعلا شباب التحقت بالجامعات بالعكس شباب لو مثلا لو فاتو قطار التعليم قال لك لا أنا لازم أهتم بالضبط أنا لازم أهتم أولادي ولازم يعني أنتهج يعني السياسة اللي حضرتك اتبعتها يعني أنا بتكلم ليه كده أنا بقول يعني كل شبابنا في الوديان إن فعلا مفيش مستحيل ولو عايز تتعلم يعني كل فرص دلوقتي متاحة يعني التحول الرقمي التطور التكنولوجي كل الحاجات دي أتيحت يعني للجميع دلوقتي في شبكات يعني للاتصال يعني معظم التجمعات في شبكات للاتصال وبالتالي حضرتك ممكن تاخد كورس كامل في التجمع عن طريق اليوتيوب أو عن طريق البرامج بالعكس دلوقتي فيه زكاء اصطناعي حضرتك أنت مش محتاج حد يعلمك بالعكس أنت فيه يعني أنت بتتواصل يعني مع الزكاء الاصطناعي ده ده المينتور بتاعك بقى عشان توصل للهدف بتاعك أعتقد أنه ساعدك كمان يا جبريل أنك من أبناء المحافظة بالضبط أنا من أبناءهم وفاهم الثقافة بتاعة البدوي يعني بمعنى إيه أنا فاهم دماغه رايحة فيه وبالتالي أنا فاهم الهدف يعني اللي عنده وعارف يعني هو عايز يكون إيه في يوم من الأيام بالعكس يعني عندهم طموحات وأهداف والله يعني أنا بحاول يعني أدمجهم في المجتمع بشكل قوي وخصوصا اللي في التجمعات البدوية إزاي بخليهم يحضروا كرسات مثلا يحضروا مؤتمرات دولية في القاهرة بحفزهم إحنا ده بتوجيهات من معلل الوزير المحافظ يعني إحنا لا قال لي لازم نخرج بره سندوق بمعنى أن إحنا لازم نعمل زيارات ميدانية فعلية في التجمعات البدوية ونزرهم طب يعني اكتفى بهذا لا المحافظ قالك طب والمدن المدن بقى نعمل نشجعهم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السقر نعمل لهم دراسات جدوى نشوف المشروعات بالضبط نشوف المشروعات المشتركة في مدينة معينة يعني المشروع اللي ممكن يعني ينمو في مدينة معينة وبالتالي بنعملوا دراسة جدوى قوية لكل الشباب اللي بيهتموا بمشروع معين أو مشروعات مختلفة بنوصلهم بأصحاب المشاريع بمعنى مثلا لو شركة معينة لو مثلا مجال معين إلكتروني يعني بنحاول نزل لهم العقبات ده بتوجيه من معالي الوزير المحافظة تمام يعني أي حد محتاج مثلا فرصة عمل محتاج تدريب من خلال التواصل تقدروا تساعدوه بالضبط وإحنا بنشجعهم يعني على المشروعات السقيرة والمتوسطة ومتناهية السقر لأن دي المستقبل يعني إحنا لو انتظرنا الوظائف يعني إحنا عددنا أكبر من الوظائف المتاحة وبالتالي إحنا لازم نفكر خارج السن كل الحاجات دي ده طبعا بتوجيه معالي الوزير المحافظة هو يعني أنا بتعلم منه بجد يعني وأكتر حاجة تعلمتها منه إن إحنا نشتغل بشكل جماعي ونشتغل على الأرض كمان بزرعب يعني فكرة التنفيذ اللي قاعد في المكتب ده خلاص أعتقد أني هي فكرة انتهت خلاص بزرعب وعاف عليها الزمن إحنا دلوقتي التنفيذي لازم يكون موجود على الأرض وسط الناس بيسمع لهم بيشوف مشاكلهم بيشوف التحديات اللي بتقابلهم بيشوف طلباتهم بيشوف احتياجاتهم بيشوف كمان أفكارهم لأنه بالمناسبة زي ما أنت ذكرت لما بتروح الوديان بتلاقي فيه أفكار بتلاقي فيه شباب على درجة عالية من الوعي والثقافة وعنده فكر وعنده فكرة مشروع وليكن لو نفستها ممكن تعمل نقلة في مجال معين بزرعب وإلى جانب يا فندم يعني إحنا بنعمل ده وقاتي يعني إيه اللي بنعمله اكتشاف المواهب يعني حضرتك يعني بالأمس كان فيه مواهب يعني فعلا أكتر من رائعة كل ده بالتوجيه من معالي الوزير المحافظ إزاي يعني أي موهبة يعني بيكون عنده سواء القناة أو الشاعر أو ما شابه هذلك كل الحاجات دي يعني بيدعمها معالي الوزير اللواء دكتور خالد فودة يعني وبقوة حتى يعني تصل لهدفها يعني وتحقق الموهبة اللي عندها وتكبر بالمناسبة يعني عندنا فريق كرة قدم شرم الشيخ وطور سين يعني بدأوا يدخلوا في الدرجة التانية والله يعني دي حاجات يعني ما كانتش في مخيلتنا في يوم من الأيام إن فعلا فرق لكرة القدم ده بدعم علي اللواء دكتور خالد فودة فعلا في الأونة الأخيرة يعني بيدعم الشباب بقوة في سبيل يعني عمل طفرة شبابية في المحافظة عظيم داي خليني بقى أسألك أخيرا عن طموحك اللي جاي هل أنت خلاص وصلت لهذه المكانة واكتفيت بس من خلال كلامك كده أنت لسه عندك كتير عايز أقول لحضرتك أن الأحلام لا تسخط بالتقادم يعني مهما وصلت لا أنت عايز أكتر وأكتر أنا نفسي في يوم من الأيام ألاقي كل شبابنا في جمهورية مصر العربية فعلا حقاوا هدفهم وشبابنا هنا في المحافظة حقاوا هدفهم شباب منتج يعني شباب قادر على الانتاجية شباب عنده فكر شباب بيطور بلده عنده يعني مسئولية مجتمعية قوية يعني شريك في عملية التنمية على أرض المحافظة وده اللي بيقوم به سيادة اللواء دكتور خالد فودة يعني حريص كل الحرص أنه فعلا يشرك شبابنا يسمع لهم بنعمل زي عصف ذهني في كل المشروعات مثلا لو وخاصة اللي بيتمسل الشباب قال لك لا لازم نسمع للشباب بنشوف رأيهم في الموضوع ده إيه صحيح والله يعني بنعمل لهم زي عصف ذهني نمعود معهم إي رأيوكم في المشروع ده كل الحاجات دي يعني لعشان هم اللي هيستفيدوا بيها في النهاية وبالتالي هم قادرة إزاي تنفذ يعني على أرض الواقع وبالتالي إحنا حريصين كل الحرص أنه نعمل عصف ذهني حريصين كل الحرص أنه ننفذ مشروعات تتوائم مع الثقافة البدوية في كل التجمعات أو في المدينة نفسها كل الحاجات دي يعني وأكثر ده بتوجيهات معالي اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء فاخرين بيك يا جبريل كشاب مصري عنده طموح وعنده فكر وعنده ثقافة وعنده وعي ونتمنى لك طبعا كل التوفيق جبريل فتاح معاهم وحافظ جنوب سيناء شكرا جزيلا لك ربنا يخليك يا محمد بي وصباح الخير على حضرتك ونتمنى الخير لمصرنا إن شاء الله في القريب العاجل شكرا جزيلا شكرا جزيلا